شكرا لفقامتكم على منحكم لنا هذه الفرصة رغم انشغالاتكم ونقدر لكم التعاون الكبير مع المنظمات والجانب الإنساني هذه كلمات المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماك جولدريك في حضرة رئيس ما يسمى المجلس السياسي التابع للميليشيا في صنع والراعي الأول للمأساة الإنسانية في اليمن ويضيف ماك جولدريك تجربتنا في الجانب الإنساني كانت مفيدة جدا رغم الصعوبات وأتمنى أن يكون التعاون مع المبعوث الجديد على نفس المستوى من العلاقة والتفاهم والتباصل في أوائل العام 2017 أعلنت الأمم المتحدة أن اليمن يواجه أفدح أزمة إنسانية في العالم وبحلول نهاية العام قدرت وكالات الأمم المتحدة أن 17 مليون وثمانمائة ألف شخص في اليمن يعانون من العدام الأمن الغذائي وثمانية ملايين واربعمائة ألف شخص معرضون لخطر المجاعة هذه الحالة الإنسانية في اليمن لم يتم تتويجها بإدانة لمجرمي الحرب السبب الأول للكوارث الإنسانية في اليمن المتمثل في الانقلاب بل تم تتويجها بصورة تذكارية للمنسق مع قيادة ميليشيا الإنقلاب وفي يديه درع يتنافى مع قيم الأمم المتحدة التي لا تأخذ الهدايا عندما يكون الأمر متعلقا بأطراف الصراع وبحسب متابعين فإن قبول مسؤول أممي مفوض في الشؤون الإنسانية التكريم من قبل الميليشيا يتعارض مع المسلك الإنساني المفترض للأمم المتحدة خصوصا في فترة الصراع التي يفترض أن تتجنب الهدايا والتكريمات من قبل الأطراف المتبينة اللافت أن ممثل الأمم المتحدة لدى اليمن ظهر كما لو أنه ممثل الأمم المتحدة لدى ميليشيا الإنقلاب وليس لدى الدولة الشرعية صاحبة المقعد والاعتراف في الأمم المتحدة ما يشير بوضوح إلى التحيزات السياسية في الجانب الأممي الإنساني وهذا بدوره يفسر العمل الإنساني في مناطق الميليشيا رغم الصعوبات والابتزاز والإتاوات التي تفرضها على المنظمات بينما لا تزال هذه الجهات مصرة على التعامل مع الميليشيا كما لو أنها الممثل الرسمي للدولة